اهلا بكم في حلقة جديدة في شخصيات كتابية مع الصوم النهاردة ناخد شخصية موسى وإليه وإزاي الصوم بيقود للتجلي يعني موسى لما صام أربعين يوم بعد الأربعين يوم دي كان في حضرة الله على الجبل واتكلم مع ربنا وربنا تكلم معه لدرجة أنه هو في الآخر وهو نازل منه من الجبل كان وشه بيلمع وما كانش حتى واخد باله من كده الناس كلها ابتدت تخاف أنها تبص الموسى وتركز في وشه من كتر ما كان وشه منور لوجوده في حضرة الله برضو إليه النبي لما صام أقعد أربعين يوم ما أكلش ودخل لجبل الله حريب وبعد كده ربنا تكلم معه قال له ما لك هنا يا إليه قال له غيرت غيره لرب الجنود هدموا مذابحك قتلوا أنبيائك بقيت وأنا وحدي وهم يطلبون نفسي وربنا طمنه وقال له أبقيت للنفسي سبعة ألاف رجبة لم تنحني لبعد فهنا يعني موسى صام أربعين يوم إليه صام أربعين يوم في نهاية الأربعين يوم للشخصيتين حصل نعمة كبيرة جدا وعطية إلهية سماوية كبيرة جدا إن ربنا تكلم مع موسى كتير قوي ونور ربنا ملأ حياة موسى ملأ جسد موسى ووش موسى لدركة الناس ما تقدرش تركز فيه ووشه إليه النبي نفس القصة بعد أربعين يوم اتمتع بيه لقاء حلو مع ربنا وتكلم مع ربنا وربنا تكلم معاه وعشان كده نلاقي بعدها فطرة طويلة يعني بسنين كتير جدا لما ربنا ظهر في جبل التجالي ظهر معاه موسى وإليه إشارة إلى هنا في الجبال الحياة المرتفعة السماوية وكمان الصوم الارتفاع عن حاجات الطبيعية اللي احنا بنعيشها كل يوم فموسى وإليه قدمونا النموذج الحلو ده عشان كده حتى في اسمة الصوم المقدس في الليتورجية في فترة الصوم بنقول الكلام ده الصوم والصلاة هم اللي زاني رفعا إليه رفعا إليه للسماء وخلصا دنيال من جوب الأسود الصوم والصلاة هم اللي زاني عامل بها موسى حتى أخذ النموذ والوصاية المكتوبة بإصبع الله فالصوم يقود للتجلي الصوم يقود للتمتع أكتر بحضور الله في حياتنا الصوم بيخلي نور ربنا يشرك في حياتنا أكتر طبعا الصوم اللي مرتبط بالصلاة بالتقوى بالخشوع بالإنسان اللي بيحب ربنا من كل قلبه الإنسان اللي مركز مع المسيح فعلا الإنسان اللي داخل الصوم بالروح هو ده اللي بياخد نعمة كبيرة جدا زي ما أخذ موسى وإلي ربنا يدينا كلنا هذه النعمة لإلهنا كل مجد وكرامة لأبد أمين ترجمة نانسي قنقر